اشتركوا في القناة وقال دانييل وهو الذي اطلق العام الماضي غرفة التجارة والصناعة الاسرائيلية المغربية في مقار منشور عبر الموقع الرسمي لغرفة التجارة الاسرائيلية الفرنسية ان الفرنسيون لا يريدون حقا التعاون في هذا المجال مع المغرب لانهم يخشون ردة فعل الجزائر وقبل كل شيء لا يريدون الانتشار النووي وذكر المسؤول الفرنسي الذي ولد بمدينة مكناسا خبيرا اسرائيلي اصر له بذلك واوضح ان ذلك كان السبب في لجوء المغرب الاسرائيل لتطوير برنامجه النووي المدني في المقابل يقول رواش فان هناك تقارب غير مصبوق بين فرنسا والجزائر وهو مجسدته الزيارة التي قامت بها رئيسة الوزراء الفرنسية اليزابيث بورن الى الجزائر برفقة 16 وزيرا وذلك بعد اقل من شهرين من زيارة الرئيس ايمانويل مكو وذكر انه تم توقيع اتفاقية بين المغرب وفرنسا في يوليوز 2010 عندما كان نيكولا ساركوزي رئيسا وانذاك وعد بمساعدة المغرب في بناء اول محطة طاقة نووية حقيقية بحلول 2022 الا ان ذلك لم يتحقق نشكركم على حسن المتابعة الى اللقاء